طيب يا سيد العميد إلى أي مدى تتفق أو تعطارد مع من يرى أن الأمور مدبرة مع من يرى أن وزارة الداخلية مخترقة مع من يرى أن ثمة طابورا خامسا بها يعمل على إفشالها والدليل هكذا يقول ظهور جماعات مجهولة لأول مرة في السودان نراها عصابات مسلحة ترهب المواطنين والله يا أخي الكريم أنا ممكن أكد لك على نقطة محددة اللي هو غياب المعلومة الآن الشرطة ليست لديها معلومة يعني زمان كان فيه تنسيق ما بين جهاز الأمن السابق والشرطة اللي هو بيجمع المعلومات وبيحللها وقبل ما يتحرك هذه العصابات ومنابعها وبتتحرك من وين والمين اللي بمويله والتمويل بيجيه من ياتوا التياه وبتمشي الهدافة الآن أسي ما في جهة يعني الجهة بتقوم بهذا العمل غير موجودة لكذا الشرطة يعني ما عندها المعلومة الكافية اللي هي لو أنت أسيلا حصة في المشهد السوداني الآن تحرك الشرطة بدل ما يكون استباغي بدأ بيكون بعد ما يقع الحادث يعني الجريمة بتقع حتى شرطة تتحرك حتى بعدها تكتشفى الجناء الأصل في الأشياء إنه الشرطة تعمل العمل الاحترازي قبل وغوع الجريمة وده بيجي من وين بيجي من الشغلة الجنائية المباحثة الجنائية بيجي من الشغلة الأمني لأنه الشرطة ما ممكن تحيط بكل الأفرع الأخرى هناك العمل السياسي المدبر ده بيديره جهاز الأمن أنت بتعرف الخلايا السياسية المناولة اجتماعاتها حركتها سكونة فذي كلها بتبقى كمعلومات بترفيض بها الشرطة علشان إنه الشرطة تكون تتحرك للمناطق الشفافية المظلمة على سبيل تسد هذه الصغرات الآن لا يوجد جهاز أمن التسريع بإنشاء جهاز الأمن ده ضرورة من ضروريات تأمين الفترة الانتغالية لابد أنه طيب هذا الأمن لكنك يا سيادة العميد حتى اللحظة لم تستبعد لكنك حتى اللحظة لم تستبعد ذلك الطرح لم تنفيه حتى اللحظة أنت تقول لا أعلم لم حتى تنفي الاحتمالية الافتراضية أنه ثم تفاصيلا داخل السودان يريد أن يفصل تلك التجربة تجربة مجلس الحكم وطبعا كل الدلائر وكل المؤشرات تشير إلى ذلك الفترة الانتغالية تمر بمخاط عصيب جدا وبفترة عصيبة يعني أنت جميع الدمغراطيات في جميع الدول عاغب الصورات تتلقى هي تمر بفترة مخاط صعيب يعني أنا لا أستطيع أن أقول لك والله لا يوجد عمل مرتب أو مدبر وما أستطيع أن أقول لك والله في عمل مدبر ليه لأنه المزالة دي بتثبيتها الأكهزة الأمنية اللي هو شنو جهاز الأمن اللي هو ما نطبيه بحث المعلومات والتغصي عنها المعلومات السياسية المعلومات الأمنية أما الشقة الجناية الشرطة دائما تعودت أو كل تاريخها مربوط بالشقة الجناية ما مربوط بالشقة السياسية والشقة الأمنية الشقة الأمنية ده بيقوم بيهو جهاز الأمن الآن تعطيل جهاز الأمن وعدم قيام جهاز أمني بديل خلى أنه المعلومات الأمنية دي يعني ليه لا سنة لو دارتها بعليها خلية سياسية سواء كان لنظام البايت أو لنظام غيره أو لأي خلية تانية ده شغل أمني بحت يفترض تقوم بيه جهاز الأمن على الاساس أنه يوفر المعلومات دي للشرطة الآن الشرطة بتقوم بعمل كبير جدا نحن نحييهم هنا على هذا المجهود الخرافي اللي بيقوموا بيه في ظل ضآلة المعلومات وتوفرة يعني لابد أنه الشرطة الآن نحن نقوم نسندها بجهاز بتاع أمنا على الاساس أنه يمدها بالمعلومات ويمدها بالتفاصيل على الاساس أنها تقدر تقوم بواجبة